أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين الحقيقة برضو إحنا بنتكلم في ظل هذه الفرحة وزي ما بقول لحضراتكم دائما مش عايزكم تفكروا في الناس اللي ماشي عكس الاتجاه أنا كل يوم بتكلم عن هذا الأمر لأنه أمر أصبح مستفز جدا جدا يعني إيه مستفز يعني الناس كلها الحقيقة ماشي في الفرحة مع النادي الأهلي والسعادة مع النادي الأهلي وكل ما يخص النادي الأهلي من فرحة وسعادة يكفي أن احنا النادي الوحيد اللي بيصل في إفريقيا للمرة الخمسة على التوالي فزنا منهم أربع مرات في واحدة في النص كده لنادي الوداد زي ما حضراتكم عارفين الظروف اللي كانت محيطة بهذه البطولة ولكن الآن بطولتين متتاليتين وبعدين اللي قبلهم كان الوداد وبعدين قبلهم كان بطولتين آخرتين وعشان كده بقول لحضراتكم أن عايزكم إفراحوا اتبستوا تعرفوا أن كل ما يخص الفرحة والانبساط احنا محتاجينه خلال هذه الفترة لأن احنا كأهلوية أي من ما بيبقاش عندنا فترات الحمد لله والشكر لله المرة دي عندنا فترة أن احنا نفرح ونتبسط ونعد يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وإن شاء الله برضو على شاشة قناة النادي الأهلي تشوفوا مفاجآت خلال الأيام القادمة ممكن نكون في بعض الأوقات الأمور مش في قدينا قوي ولكن في النهاية بنحاول نعمل لحضراتكم على قد ما نقدر يعني بنحاول نعمل لحضراتكم وان شاء الله انتظروا مفاجآت خلال الأيام القادمة على شاشة قناة النادي الأهلي مفاجآت تفرحكم مفاجآت تبسطكم مفاجآت تخليكم تبقوا قاعدين وانتم بتتفرجوا على قناة النادي الأهلي تبقوا مبسوطين وسعداء باللي بيحصل على شاشة قناتكم قناة النادي الأهلي